نعم هذه الفتوى فيها انتشرت وفتوى دار الإفتاء ومشايخنا في دار الإفتاء يعني يجيبون الناس بموجب هذه الفتوى وهي تحريم بيعها بناء على أنها وزي ما نقوله إحنا اسمها فيها يعني بطاقة الأغراض الشخصية هي يعني أعطيت لكل شخص لكل مواطن بناء على الرقم الوطني فهي يعني سمح له هو فقط أن يستعملها بموجب عقد استخراجها هو يعني ليس له أن يعني يبيعها أو يهبها لغيره لأنها حق انتفاع وليست حق منفعة وقد بينا في أكثر من مناسبة وبين مشايخنا الفرق بين حق الانتفاع وحق المنفعة وهذا الفرق بين الموجود في المذاهب الأربعة ليس يعني بعض الناس يقول أنتم تريدون أن تلزموا الناس بالمذهب المالكي فقط ولا تسمحون لهم أن يخروا أبدا نحن لا نلزم الناس يعني لما يكون هناك معاملة عمت بها البلوى وانتشرت في الناس وكان في حاجة إليها يعني ترفع شيئا من المشقة وكان فيه ويوجد قول معتبر قال به إمام آخر الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو حتى في داخل مذهبنا خلاف المشهور من أصحاب الإمام مالك أو تلاميدهم وله حض من النظر ليس قولا شادا وصفه سائر العلماء بالشدود أو مخالفة الإجماع وكذا يجوز للناس أن يعملوا به وهذا يفعله مشايخنا في دار الإفتاء ويعني مثل الجمعية مثلا هذه المشهورة الجمعية هذه يعني مشهور مذهبنا أنها محرمة لأن فيها يعني صورة الربا أنك تدفع قليلا ويرجع إليك كثير كأنها قرض جرى نفعا ولكن يعني لها توجيه وله مستند من السنة وجهة نظر عند السادة الشافعية حديث الأشعريين الذين كانوا إذا يعني خرجوا في الغزو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما بينهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم يعني استخرجا نعم فمثلا هذا مثال يعني نحن ولكن مسألة الفرق بين حق الانتفاع فلا يجوز بيعه ولا هبته للغير وبين حق المنفعة فيجوز أن تبيعه أو تهبع لغيرك هذا موجود في سائر المذهب الأربعة ليس خاصا بالمذهب المالكي فقط فضلا عن أن يكون فتوى خاصة بدار الإفتاء لأن بعض الناس للأسف يلمز دار الإفتاء ويقول تشدد على الناس وكذا وبعضهم يسحب هذا الكلام حتى على بيع البطاقة ويفتي الناس بجواز بيعها قلنا لا ولا عندك مستند لم نجد عندهم مستندا إلا عمومات فضفاضة يعني اليسر في الشريعة والمقاصد الشريعة التي هي غير منضبطة الحقيقة ولكن نحن نسعى أن تكون هذا توجيهات مشايخنا الكبارة على رأسهم سماحة المفتي بارك الله فيه يقول نعمل على أن تكون فتوانا موثقة يعني يكون لها تخريج على المسائل التي مرت على الأمة عبر هذه القروع المهم أن بيع البطاقة الأغراض الشخصية لا يجوز ولا هبتها يجوز لك أن تستعملها لنفسك وتنتفع بها والله تعالى بارك الله فيكم